يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بسمي محمد بني أعمل في مجال الدعوة والخطابة والإمامة والتدريس عملت في أكثر المزجد في أمريكا وأكثر المولاية في مجالسي ونيويورك ومينيسوتا أعيش في أمريكا منذ 16 عاما لو أدنا في الزمن للوراب ساعة 11 سبتمبر طبعا لما أعرفنا هذا الموضوع كان الوضع كان حال إنقار كامل وتام لهذا الحادث الشنيع الذي أود بأروحها برياء ليس لهم ذنب بغض النظر عن أي خلافات سياسية أو دينية أو خلافه فهذا أمر منقر ومرفوض ومرفوض وفي هذا الوقت أصدرنا بينات وصعدنا على المنابل وبينا هذا أن هذا ما حدث جرم في حق البشرية والحقيقة هذا ما يجب أن ينقر في أي مكان في العالم إذا بريء مات بدون ذنب لأي خلافة سبب لابد أن يكون في إنقار لهذا الموضوع هذا نوع في السنوات التي تبعت 2001 قد يكون سنتين أو ثلاث سنين نوع من التعصف في الإجراءات ونوع من زيادة رقعة الشك في اتجاه المسلمين نسبة للمدرسة التي أشرف عليها كما قلت هي تأسسة سنة 2002 بندرس منهج ولاية نمجرسي وهي من المدرسة الخاصة المسجلة في الإدارة التعليمية وإضافة إلى ذلك بندرس مواد اللغة العربية كلغة ثانية علاوة على التربية الإسلامية والقرآن الكريم وعمل أنشطة داخل المدرسة المدرسة فيها أيضا مركز لتحفيظ القرآن الكريم الطلبة بيصلوا فيها أسناء الدراسة بيصلوا فيها صناة الجمعة حياتنا الاجتماعية بتتم الأفرح موجودة ونسبة تقوز ونسبة طفلة ترجمة نانسي قنقر لكن في قضية طبعا معروفة من الأسف الشديد البوليس في ولاية نيويورك قعد لحد تقريبا من بعد الأحداث 2006 مراقب وكانت مراقبة غير قانونية مراقب المساجد والمدارس بل الأعمال الشخصية للأفراد المسلمين سواء كان محلات سواء كان شركات سواء كان حسابات بنوك أو غيرها في خارج نطاق القانون وأنفقوا على هذا الموضوع يعني أموال كثيرة جدا وده شيء طبعا مخزي ومحزن موسيقى 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 اشتركوا في القناة